مباريات كسل التحاد الانجليزي كانت قوية جداً منشاست الستي فاز على تشلسي بربعية ولسه كمان الدوري المصري مشتعل بصفقات الأهل والزمالك والمنافسة على الصدارة خلينا ناخد حضراتكم في قراءة وفي عن الأحداث الرياضية نستعرضها دلوقتي مع الناقد الرياضي سامح سبير نورنا النهاردة في صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا أستاذ سامح منورنا في صباح الخير يا مصر ويمكن نحن بنتكلم عن الدوري المصري هنبتدي بالدوري المصري هين نتكلم عنه الأول هنا والدوري السنادي الموسم ده مختلف ومشميها مختلف بقى بشكل جيد أو بشكل غير جيد دي قصة تانية بس هو مختلف ودلوقتي تحديداً فيه انتقالات طبعاً شتوية خاصة في الأهلي اللي هو أصلاً وقته دايق عشان لازم يسفن المغرب وقصص بقى يعني كده حصلت فانت حكي لنا عليها وقلنا إيه اللي حصل ووصلنا لإيه بص يا ولاة كنا نتكلم في الفصل طبعاً أولاً بصبح عليك يا بصبح على رسول محمد وعلى السادة المشاهدين طبعاً النهاردة أو السنة دي الموسم أصبح مختلف بعد كاس العالم يعني قبل كاس العالم كنا في لفل تاني خلاص مرحلة ما قبل كاس العالم أه طبعاً مرحلة ما بعد كاس العالم دلوقتي خلاص فيه ولادة جديدة بعد كاس العالم فأحنا رايحين في سكة أن اللعيبة بتلوت نفسها عايزين يظهروا بشكل محترم جداً عايزين لي خلاص عندهم بقى جوع كروي كده وعطش في الملعب تحس بعد ما شافوا طبعاً نمبابي وبعد ما شافوا القصص والحواديد اللي في ميسي وكاس العالم وكريستيانو والمغرب فسقفه الطموحات عالية قوي يعني المغرب خلت سقفه طموحات العرب وأفريقي عالية جداً صحيح فخلوا اللعب المصري عايز يعمل حكاً إيه ده أنا فين من الناس دي أنا روحت فين أنا مش موجود أنا أكلم بصابة حانش يزعل من كتر ما هو بيزاكر ما بيعرفش حل في الآخر دي حقيقة معاش كالس أنت معاي في نفس السكة اللي هيزعل أنا أسف يتفلق نحن نتكلم المصلحة العامة يعني مش بننتقد من أجل الانتقاد بلعكس نحن عايزين الأحسن نفسنا طبعاً مصر هي اللي تاخد كسر عالم يعني ليه لا؟ احنا شوفنا المغرب بصت للنهائي يعني لنصف النهائي يعني نحن نتكلم في أن احنا عايزين نبقى أحسن في الأول وفي الآخر فهو مش فكرة حد يزعل بلعكس بص احنا عندنا أزمة كبيرة جداً خلينا نبتدي بنفسنا عشان نصلح الخطاب الإعلامي عندنا فيه أزمة ايها الأزمة انت دايماً بتتكلم عن مجموعة الموت عن المجموعة الصعبة عن الخروج من عنق الزجاجة لازم دايماً نستخدم كده ألفاز ومنشطات وأكل شهات حفزناها وبتؤثر على لعيب منتخب مصر وعلى اتحاد الكورة وعلى الجهاز الفني على الكل حتى لو كان مديل الفني أجنابي من بره بيتأثر بدأ احنا عندنا أزمة لازم نغير الخطاب الإعلامي لازم نعرف أن المنتخب مصر قوي لازم نعرف أنك انت زيك زي منتخب المغرب مش هقولك أنك أفضل لأن العامل المنتخب المغربي في كاس العالم يدل أنه هو أفضل فريق عربي هو إفريقي بالإنجازات وبالأرقام مش هحنا اللي بنقول رغم أنك انتصرت عليه فست عليه في كاس أم الأفريقية وهو جوالات كتير جداً ما بينك ومن المنتخب المغربي بس في النهاية المغرب قدر أنه هو يحقق إنجاز نرفع القبعة والقول شابو برافو للمنتخب المغربي والشعب المغربي ككل صراحة لكل اللي عملوه مع العرب للعرب والأفريقية في كاس العالم فسقف الطموحات عيلي جداً الكل عايز يثبت ذاته داخل الملعب فالدوري اختلف بعد كاس العالم طبعاً قصة مختلفة الملعب مختلف التعليق مختلف التصوير مختلف كل حاجة مختلفة طبعاً ما نقدرش نقارن وما نقدرش طبعاً نظلم نفسينا ونظلم الإمكانيات الموجودة عندنا ولكن في النهاية زي ما حضرتك تفضلت وقلت أن الدور المصري أصبح مختلف الكل اللي بقى عايز يثبت ذاته وفي نفس الوقت يطلع اللي جواه علشان يروح المنتخب علشان يعمل حاجة وده اللي ظهر على مستويات الفرق كلها صراحة يعني وللعيبة كلها والنادي الأهلي طبعاً عنده تحديات كثيرة جداً الموسم ده لسه رايح المغرب لسه رايح كاس عامل الأندية خلاص يعني جات العناء الإلهية كده نصفته وراح المونديال الأندية بعد ما خرج في المغرب في دورة أبطال إفريقيا وعنده يعني حواريته ربنا يكون فعونه طبعاً ربنا يكون فعون مصر الكولر السويسري الراجل اللي لسه يبحث عن ذاته ونفس الوقت عايز يبني فريق محترم يقدر يكون قادر على العضو للبطولات من جديد بعد ما خسر يعني دوري وكاسه وسوبر مصري ودوري أبطال إفريقيا قصص يعني لم يحرز مسيماني سوى تالت العالم اللي هو الكرسي أو المقعد الدائم لنادل آلي يا رب نحافظ عليه وعندي أمل أن نحن نقدر نلعب مبرانة النهاية لا مسيماني فرد في ده أنا شايف في النسخة الأخيرة ولكن في النهاية اللي ظهر إن الأهلي الموسم ده عنده تحديات كثيرة جداً وده اللي حصل وظهر في الدوري الممتاز دلوقت الأهلي متصدر 30 نقطة الفارق ما بينه وما بين التاني على طول طبعاً مفاجأة فيوتشر 26 نقطة بحي فيوتشر بحي القائمين على فيوتشر بحي لعبي والجهاز الفني ليه فريق فيوتشر لأنه قدر إنه هو يثبت ذاته هو الآخر نفس الكبار كمان يصل ويستمر يعني المحلة قلنا زعيم الفلاحين بيرجع برافو شابو هايل تصدروا الدوري ولكن عملوا زي أرسنل كده بس أرسنل تنسبت خلاص متصدر قائمة دور الإنجليزي ولكن المحلة تقهقر للأسف فيوتشر في المركز الثاني ثم الزمالك ثم بيراميدز حالياً دلوقتي فالأهلي طبعاً متصدر بفارق أربع نقاط عن المركز الثاني فالأهلي عنده تحديات كثيرة جداً رغم الظروف الصعبة اللي بوجهها في الإصابات أيها التحديات اللي بتواجه الناد للأهلي خلال الفترة الحالية عشان يقدر يشارك في كل هذه المسابعات وضغط المبارات اللي يكون عليه خلال الفترة اللي جاي بص أول حاجة لازم نقولها ربنا يكون فعون للأهلي نحاول نتكلم طبعاً بسرعة عشان وقتنا نحاول نجمع كل الملفات الأهلي عنده أول حاجة مستشفى الإصابات يعني ربنا يكون فعون جهاز الطبي والجهاز الفني بقيادة كولر طبعاً عندك النهاردة يعني رجع خلاص يعني بشة خير للجماهير يوم الخميس اللي جاي مباراة مهمة جداً ولا أحلى أمام المصري ديربي الأهلي والمصري بيبقى رائع طبعاً من سنوات طويلة فعندك لعيبة رجعت محمد الدمينعم رجع كان إجهاد عضري ورجع عندك حمدي فتحي رجع أيضاً نفس القصة طهر محمد طهر رجع ولكن عندك أربع لعبين برا جابها اليومنا مش موجودة تماماً أكرم توفيق وكريم فؤاد لتنين صليبي سلامات واحد تاني صليبي على التوالي والتاني طبعاً صدمت جمهند لأهلي في الصليبي وخلاص حيسافر كمان يومين ثلاثة للنمسا عشان يخضع للجراحة الطر الأهليا تعاقد مع خرد عبد الفتاح لعب سموحة ظهير أيمن عشان يقدر أنه ست شهور كده إعارة يكمل في مركز الظهير الأيمن أيضاً عندك مصطفى شبير برضو نقوله سلامات غضروف الرجبة وخضع الجراحة راخر بيرستاو صاحب الأزمات أو الإصابات المزمنة في الناد الأهلي راخر هو مش قادر يكمل مع الناد الأهلي وفرمته مش جاية مع الأهلي للأسف فالنتيجة أنه عندك أربع إصابات فالأهلي عنده أزمة كبيرة جداً في المستشفى الإصابات عنده تحدي كبير جداً أن مرسل كولر يرد على كافة المنتقدين لي سواء من الناد الأهلي أو من الجماهير على سوش الميديا وفي المدرجات أنك أنت طاليق أو لا طاليق بالناد الأهلي وجهة نظري المتواضعة كنت لسا أسألك أنت شايف إيه كولر محتاج وقت كولر مدير فني كويس جداً مرح هادي متواضع بيحاول أن هو يعمل سياسة إحلال وتجديد دماء داخل الناد الأهلي عاوز يوجد أكثر من اللاعف أكثر من مركز مش عاجبه المهاجمين فبيحاول يعتمد على بيرستاو لحد ما مهاجم كده يلفت نظره أو محمد شريف يرجع لمستوى بعد محسن حسن قلاص خرج من الصورة فالراجل طبعاً في توقيت يحسد عليه توقيت صعب جداً توقيت قاتل أن أنا آجي لفريق كبير هو عملاق إفريقيا عايز أرجعه لمنصات التتويج في كله محلياً وقرياً وعالمياً في كاس عمل الأندية فهذا الراجل لابد أن هو ياخد فرصة يعني ما كفرش بلغاتنا كده لما تعادل فيه ثلاث مباريات ولكن في نهاية فايز على بيرامدز بثلاثية ثم فاز على أيضاً في المباراة أمبي المباراة الأخيرة أيضاً قدر أن هو يفوز على أمبي فصالح الجماهير من جديد إن أنا موجود وبقادي ورايح كاس عامل الأندية طيب تاريخ في الكرة في كرة القدم المصرية الدرويش نادل إسماعيل إيه اللي بيحصل في نادل إسماعيل؟ اللي بيحصل في نادل إسماعيل كارثة بكل المقييس عشان قلعة قلعة برازيل مصر أو برازيل إفريقيا أنا قدر أقولها على تاريخ مش على أهدتي ولا على مسؤوليتي هي قلعة كبيرة جداً قلعة الدرويش جماهير إسماعيلية جماهير عظيمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى أنا نزلت إسماعيلية وكننا بننزل وبنشوف وحضرنا في المدرجات وشوفنا إزاي جماهير إسماعيلية بتعشق هذا الفريق مستويات عالية جداً أسماء كبيرة جداً في عالم كرة القدم المصرية على مستوى تاريخ الكرة المصرية للأسف اليومين دول أو مش من يومين دول من الموسم اللي فات وهناك تظاهر غير طبيعي تظاهر ملخوض جداً إيه الحكاية؟ هل في ناس بتبحث عن المصلحة الشخصية داخل نادي الإسماعيلي؟ أنا معرفش هل اللعيبة خلاص ما بقتش حسة بقيمة وتيشرت وقميص نادي الإسماعيلي؟ أنا معرفش أنا هسيب دل تقييم الجمهور ولكن هناك أزمة كبيرة جداً بالأمس طبعاً أحمد حسان ميدو لقى الهزيمة التانية التوالي منذ حضوره وهذه بتلات مباريات اتنين هزيمة وواحد تعادل طبعاً والراجل ما فيش فيدي حاجة يعمله يعني ما يقدرش يعمل حاجة لأنه لسه بيبني فريق الراجل في الملعب يقول لهم أنتوا آخر الدوري يعني فوقه اسحوا بعيداً عن تقييمي اشتغ سلميدو خالص سواء ناجح سواء كان لا شايفوا أنه متواضع أو كبير مش كبير نتكلم على الإسماعيلي كان إسماعيلي لأنه كان قابليه جريده برضو يعني هو قابليه كان جريده وكان مدرب مميزه كان بيدره في النادي الأهلي فالإسماعيلي وصل لمرحلة مبارح أن المهانسيح الكومي رئيس النادي طلع وقال كان للوزير الرياضة أنا خارج بره الإسماعيلية تماماً أنا مستقيل من رئاسة النادي الإسماعيلي وكان من قابليه كمان خالد زين من يومين الراجل فجر مفاجأ أنه هو أنا مستقيل من يومين طب يا جماعة أنتوا مش قد يكون هناك إمكانيات كبيرة جداً طب هل الأزمة في اللاعبين؟ الأزمة فين؟ إسماعيلي لابد أن يتكاتف أبنائه بكل ما تحمله الكلام من معنى عشان أنا شايف ناس بتدور على مصالحها الشخصية فقط ناس ناسية أن الإسماعيلي ده جمهور قبل ما يكون أي حاجة تانية ثم قلعة كبيرة جداً لها تاريخ طويل جداً في إفريقيا قبل ما يكون له تاريخ محلياً وبعدين بها إيه ده أنت الإسماعيلي ده أكبر لاعبين في مصر من الإسماعيلي وعد زي ما أنت عايز من أول إبو جليشة لحد ده محمد بركات حسن عبد الرب ولحد النهاردة أسماء كبيرة جداً فكان الله فعون جامعين ده الإسماعيلي بقول لهم أنتوا ناس كبار فريقكم كبير قلعة الدرويش كبيرة إن شاء الله تعدوا الأزمة وزير الشاب ورياضة مبارح طلع وقال أن أنا هتكاتف مع أبنائي ده الإسماعيلي أنا مش هبخل على النادي الإسماعيلي وتعليقه على الاستقالة طبعاً ده قرارهم لكن إحنا وراء قلعة الدرويش فنتمنى أنهم يفوقوا من الكبوة إن شاء الله طيب قبل ما نروح لليفر بول ونتكلم عن إيه اللي بيحصل برضو في ليفر بول خليني أسألك عن الزمالك يعني الزمالك لحد الوقت لم يعلن عن أي صفقة رسمية في انتقالات الشتوية صحيح حوانات الزمالك طبعاً هو بيحاول يعتمد أولاً على الصفقات اللي جابها يمكن خلاص يعني هو شايف أن إبراهيم أنا داي مش ماشي مع الفورمة وإصاباته كثيرة ففريرا بيفكر أن هو يخرجه برى نت الزمالك يعني سامسون أكينو لا أنا شايف أنه هو بيحاول أنه هو يكتهد مع نت الزمالك المباراة الأخيرة ظهر أمام الداخلية وبيحاول أنه هو يثبت ذاته وممكن يكمل شوية فيه اتجاه لعودة محمود شبانة من سموحة أو الزمالك يدفع إعارته عشان يقدر يرجع تاني أو يقطع إعارته ويرجع لنات الزمالك فالزمالك عنده طبعاً أزمات كثيرة جداً خاصة أو نقول بسبب نتيجه هو في النهاية فريرا أخطأ في مباراة أسوان خسر 2-1 أيضاً كمل نفس الحكاية في المباراة اللي فاتت أمام الداخلية كان خاصة 1-0 وتعادل 1-1 فكان أيضاً عنده أزمة الأصوات تعالت لخنات الزمالك الراجل يمشي لا يقعد لعيبة تهربت لعيبة بتاخد منشطات زي ما قال الأستاذ مؤتمر منصوري لخنات الزمالك فطبعاً أزمة كبيرة جداً لخنات الزمالك أحمد فتوح لاعب كبير جداً هو برا لخنات الزمالك بسبب قصة أو أنباء تعاطيه للمنشطات على عهدة رئيس النادي إن هو بتعاطى منشطات أو كلام تاني طبعاً مش في موضوعنا نقوله حالياً ولكن في النهاية في منظمة عايزة تكشف على هؤلاء اللاعبين ونتيجهم بتبقى سرية بيبلغوا بها اتحاد الكورة وبتبقى الإجراءات بعدين حتى الآن اللاعب ما بيجيش نادي الزمالك والمصادر بتؤكد وهو تحديداً بيؤكد أنه ما عندهش مانع أنه هو يرجع نادي الزمالك ولكن بدون أي اعتذار هو بيعتز بنادي الزمالك وأن قصة المنشطات دي قصة واهية ولكن هو بيحصل على بعض الأدوية في الجيم وفي الصلاة الرياضية عشان ممكن تكون الأدوية دي فيها بعض المنشطات وبتاعها بس في النهاية طبعاً ده لا يليق من نتزة مالك في النهاية يصل به الحال نحن نطلع ونتكلم في العيبة بتاخد المنشطات ونعمل أزمات كبيرة وطبعاً وصمه طيب منصور قال أن أنا قلت ده يعني هو برضو دفع عن نفسه أنا حاولها على لسانه يعني عشان برضو نعطي كل دي حقاً حقاً الراجل قال أن أنا كنت بحمي الزمالك من الإقاف عامين أن أنا أخبي وأن في النهاية يطلع أن الزمالك مشارك في قصة المنشطات فيتوقف الزمالك عامين فكان لازم أطلع وكان لازم أتكلم وعرف جميع نادي الزمالك لأن اللعيبة دي طهر ربط بناء على كلامه وليه أنا اضطرت أتكلم للجمهور والإعلام مش نفهمهم يعني طيب نروح لليفر بول وأداءه المتواضع خلال الفترة الحالية ومبارات ويلفر هامدون لم تكن بالشكل المتوقع من ليفر بول أو الشكل اللي هم متعودين عليه من ليفر بول بص هو ليفر بول بدأ الموسم ده ضعيف جداً للأسف مستوى متواضع للغاية تماماً يمكن ما يعد الكريسماس عندهم حاور أنه يعني يبدأ العام كده أو ينهي العام بشكل محترم فكسب أستون فيلا كسب ليستر سيتي وكان عنده فرصة مهمة جداً أنه يدخل في مربع الذهبي في جدول الترتيب في الدور الإنجليزي ولكن للأسف جيه خسر بشكل مفاجئ من برينتفورد هناك في إنجلترا فاضطر أنه هو دلوقتي حالياً أصبح في المركز السادس برسيد 28 نقطة من الأول أرسنال برسيد 44 نقطة فارق 16 نقطة ضياع مع بعضهم ضياع لليفر بول خاصة المركز الثاني هو منشستر سيتي اللي هو كسبان الدور الإنجليزي وبيحاول أنه يصرع أرسنال اللي مصر أنه يكمل لحد آخر نفس محمد النيني طبعاً وأرسنال شابو هذا الموسم وأرسنال قدر أنه يعالج أخطائه قدر أنه يرجع لأمجاده قدر أنه يتربع على عرش الدور الإنجليزي مش عايز هذا زحسة ولا عايز ينزل فطبعاً ليفر بول عنده أزمات كبيرة جداً لو بصير بالأرقام ستجد أن لليفر بول عنده مشكلة دفاعية ومشكلة هجومية مشكلة دفاعية طبعاً حسب الأرقام طلعت ديليميل عملت البريطانيات كلمت قالت أن دفاع لليفر بول سمح بواحد وخمسين فرصة خطيرة جداً على مستوى الفرق المنافسة وده أكبر من ضعف أي منافس لي في جدل الترتيب من الخمسة اللي فوقيه دي حاجة الحاجة الثانية بالأرقام نونز اللي هو صفقة الأورجوياني اللي كان مفترض أنه يقسر الدنيا في ليفر بول الرجل مضيع 15 فرصة خطيرة وده أكبر لاعب في الدور الإنجليزي مضيع فرص ده بالأرقام على عهد ديليميل مش كلامي مش أنا لقات بحسب فعندهم أزمة كبيرة جداً خط الوسط في ليفر بول بالضبط انتقادات كمان لفن دايك الناجم الهولندي في خط الدفاع وأنه مش على مستوى تماماً وأنه ده تسبب فيه أيضاً أزمات داخل أو ثغرات داخل دفاع خط الدفاع ليفر بول كل هذا الكلام كان بعيد تماماً عن محمد صلاح كله يتكلم أن محمد صلاح في التقارير بريطانية كلها أن محمد صلاح خارج هذه الأزمات محمد صلاح مش تايل يسنده محمد صلاح مش تايل يساعده محمد صلاح خارج هذه النتائج السيئة وبالفعل محمد المطش الأخير أمام وولفر هامتون في الكاسر الاتحاد تعدوا اثنين اثنين أحرز الهدف الثاني الجماهير حتى اليوم بتتغنى باسمه يساعدهم دائماً وبيلحق يعني ينقذ كده ما يمكن يمكن إنقاذه بالزبط وأصبح الهدف التاريخي دلوقتي السابع برصيد 173 هدف الهدف التاريخي لليفر بول محمد صلاح اللي بيسعى طبعاً على قدم وصاق أنه هو يصارع في ترتيب هدفي الدولة الإنجليزية وإن كان طبعاً محسومة لأنه للوحش هالند كان الفضائي طبعاً يعني فارق كتير جداً فليفر بول عنده أزمة لو هأكد عليه كمان حاجة للسادة المشاهدين أن الديني ميل اللي عملت تقريرها اتكلمت أن الليفر بول عنده أزمة كبيرة جداً في حاجتين أنه لما وصلش لدورة أبطال أوروبا وحق نتائج كويسة يبعنده أزمتين كبيرة كبيرتين جداً أول حاجة أي لعب كبير هيرفو دي ليفر بول خلاص مش هيبقى مطمع لأي لعب أو إغراء لأي لعب أنت مش رايح دورة أبطال أوروبا قيلك ليه دي حاجة حاجة تانية فيه لعيبة هتفكر تخرج منه يعني بلاش نتكلم مع محمد صلاح لعيبة الكبارة على غرار ساديو ماني الحاجة التانية أن ملاك ليفر بول بيسوقوا لبيعه مفيش استثمار مفيش فلوس فمحدش حييجي مستثمر يفكر أن هو يشتري كمان ليفر بول ففي أزمة كبيرة جداً في ليفر بول يعني أنا أتمنى على غرار الإسماعيلي يعني نلاقي لفتر اللي جاي يخوف فيك أطور إن شاء الله يعني نتمنى أنه ينقض نفسه طبعا طيب خليني روح مع حضرتك كمان لمنشاستي سيتي ويعني مباراة المان سيتي وتشالسي كانت برضو عفوا تقييمك لها إيه لأ طبعا مبارا حيث السيتي يعني قد مفاصل من العسل المنفرد حقيقي بكل ما تحمله الكلام معنا كان ربعية تقريبا رياض محرز يعني برضو فخر عرب تاني مع محمد صلاح لازم نفتخر بي ولازم نقوله برافو شابولا هذا اللاعب الخرافي بلح رياض محرز حاطت هدف ولا أحلى هدف عالمي من كرة ثابتة ملهاش حل طبعا سكنت الشباك في المقص فطبعا فرحة ما بعدها فرحة للعرب وده الأفرقة طبعا لرياض محرز السيتي بيقدم مع جورديولا يعني مستوى فريد جدا من الموسم اللي فات والموسم اللي قابله كمان حتى الموسم اللي خسروا أمام ليفربول هو بيعد نفسه أنه هو يكون البطل بيعد نفسه أنه هو يصل لنهائيات دورة أبطال أوروبا ويصل لكاس عامل أندية بيعد نفسه أنه هو ياخد دورة الإنجليزية مرة واثنين وثلاثة والموسم ده واضح جدا واضح أنه هو مش باصص ليفربول فقط لا ده هو بيصارع أرسنل على وفرق 16 نقطة صعبة جدا أنت مش موجود خالص أنت عايز خمس ماتشاط المنافس يتهزم وأنت تكسابهم عشان تقدر توصلوا وتبتدي تاخد دفعا كده وتقول نلعب فارس لفارس وصاب فعض ولكن في النهاية السيتي بيؤدي في كاسة الاتحاد الإنجليزي ببراعة مبارح يؤدي في دور الإنجليزي ببراعة طبعا موسم تاني استثنائي لجوارديولا مع رجالة السيتي دي حقيقة نشكر حقك طبعا شكرا جزيلا انتشرفتنا ونورتنا الأستاذ سامح سمير الناقد الرياضي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا